هذه التلال من الألغام هي ما تمكنت الفرق الهندسية من استخراجه من تحت الأرض وما خفي أعظم تحصد أرواح المدنيين في كل مكان على الطرقات والأحياء والمزارع بل وفي منازلهم التي عادوا إليها كمنت لهم لتفترس أجسادهم أتيت مستفرح للبيت حقي أجلت جلس بالبيت حقي جلس كل نوث ثلاث أيام والألغام دفنت حد تحتنا وأنا شاري توقف حديث العالم عن جرائم الألغام من قبل ميليشيا الحوثي لكن زراعتها لم تتوقف ولا يزال عداد ضحاياها يرتفع بتسارع محموم لتشكل واحدة من أكبر كوارث الحرب التي تمتد مخاطرها بعقود قادمة تشير تقديرات المنظمات إلى أن نحو مليوني لغم أرضي زرعت بشكل عشوائي من قبل الميليشيا ويقول مشروع مسام إنه انتزع قرابة مئتي ألف لغم وذخيرة غير متفجرة وأكثر من ذلك منزعته الفرق الهندسية في عدن لحج أبيان تعز الحديدة الجوف وحجة وكل المناطق التي عبرت منها الميليشيا مخلفة كل هذا الخراب يدفع المدنيون فاتورة باهضة جراء ألغام الميليشيا وتغيب فيها حقوقهم دون إدانة حقيقية من المجتمع الدولي أو عمل جاد من شأنه إيقاف هذه الجريمة يقدر عدد ضحايا الألغام بأكثر من عشرة آلاف ضحية جلهم من الأطفال والنساء وبحسب المصدر اليمني للألغام فقد تسببت الألغام الحوثية باستشهاد وجرح 2328 في تعز وحدها منهم من تحولت جراحهم إلى إعاقات دائمة ورغم أن اليمن موقع على اتفاقية إيطاو بشأن الألغام الفردية وأعلن قبل أعوام التخلص من الألغام المخزنة إلا أن هذا الكمل هائل من الألغام لدى ميليشيا الحوثي يثير تساؤلات كثيرة حول مصدرها في بلد بات أكبر حقل ألغام منذ الحرب العالمية الثانية بحسب تقديرات مختصين إذن كارثة إنسانية تكبر كل يوم وتتضاعف مخاطرها في بلد يتشارك فيه أطراف الحرب كل الجرائم سوى الألغام فتلك جريمة خاصة بميليشيا الحوثي وحدها هذه الأحجار والصخور ليست إلا شراكا خادعة وقاتلة بكل بساطة ألغام على شكل أحجار منها ما تعمل بكاميرا بالأشعة وتعد من أكثر الألغام خطورة تتفنن من خلالها الميليشيا بإنتاج أدوات الموت لاستهداف الأحياء لتؤكد عداءها الأصيل للحياة وقيمها وأن زراعتها للألغام والمتفجرات المحرمة دوليا لم يكن لأهداف عسكرية أو حتى دفاعا عن النفس بل هي سياسة ممنهجة من أجل استهداف الأبرياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر